وللحديث حول هذه النتائج والسيناريوهات الممكنة لها وأيضا ماذا يعني هذا بالنسبة لبن يمين نتنياهو إلى إسرائيل بشكل عام نستمر في الحديث مع المحلل السياسي يواف شترن وأيضا المحلل السياسي شلومو جانور بغض النظر عن السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة أستاذ شلومو هل يستطيع نتنياهو الآن أن يمرر القانون الفرنسي أو نوع من الحصانة البرلمانية لمساعدته في التخلص من المحكمة أو تأجيلها وهو أحد الأمور التي على الأقل يتهم نتنياهو بأنه يحاول أن يقوم بها لا أعتقد ذلك لأن الأكثرية التي يتمتع بها غير كافية وزيد على ذلك بأن الموضوع المحاكمة ستبدأ بالضبط بعد 12 يوما من اليوم أي ستستمر المحاكمة وأيضا أي تشريع قانون سيعرض هذا القانون ما إذا تم تشريعه إلى التماس في المحكمة العليا وعندها ستتخذ المحكمة العليا قرار وهو واضح وهو رفض تشريع قانون شخصي يخدم أحد أعضاء الكريسة طالما هناك محاكمة يقف أمام المحاكمة فلذلك أستبعد هذه الإمكانية زد على ذلك بأن نتنياهو قطع على نفسه تعهدا بعدم التمتع بالحصانة البردمانية واعدا بأن باستطاعته تفنيد جميع التهم التي نصبت إليه في قوعة المحكمة ولذلك أستبعد أنه سيلجأ إلى مثل هذا الأسلوب بالرغم من الإدعاء بأنه ربما في نهاية المطاف سيلجأ إليه إذا ضيقوا الخناق علي في قوعة المحكمة سنعود للحديث عن محاكمة نتنياهو ربما على الأستاذ دايو أفشتان ولكن أريد الآن أن ننتقل إلى مبنى الكنيسة حيث تتواجد زميلة جمانة خديجي إذن ما زال لا يوجد هناك تحديث بما يتعلق بنتائج الانتخابات ولكن الصورة أيضا ما زالت غير واضحة نعم بلغي نذكر حتى هذه اللحظة لم تصدر نتائج إضافية تمثل 80% من الأصوات ويجب أن نذكر المشاهدين بأنه تبقى يعني ما يقارب المليون صوت التي من شأنها أن تحسم هذه المعركة الانتخابية الرابعة في غضون عامين ويجب هنا أيضا أن ننوي أنه من بين 39 قائمة ترشحت للانتخابات الكنيسة فقط 12 منها يعني قامت بالنجاح ومرور وعبور نسبة الحاسم وما زالت يعني قائمة القائمة العربية الموحدة يعني تحت نسبة عبور الحاسم وهي يعني تبلغ حتى هذه اللحظة ثلاثة فارجة 15% ولكن يجب أن ننوي بأن أيضا يعني رئيس هذه القائمة منصور عباس صرح يعني أيضا قبل قليل بأنه هذه القائمة يعني قامت كل ما بوسعها وهو متأكد من أنها ستستطيع الدخول وأن تمثل في الكنيسة وأيضا يعني وردنا قبل قليل بليغ بأن يعني نسبة التصويت لحزب الليكوت في مدينة حيفا كانت هي الأكبر والأكثر تمثيلا في هذه المدينة وأيضا يعني في مدينة تل أبيب كما وردنا سابقا كان يعني تمثيل حزب يشع تيد لزعيم هذه القائمة يعني كانت يعني هي الأكثر في تلك المدينة ولكن يعني كما ذكرنا ما زالت الأمور غير واضحة وخلال ساعة الظاهرة من شأن هذه النتائج أن تتوضح أكثر وتكون الصورة واضحة إن كانت ستكون هناك حكومة مستقرة وضيقة أو سنذهب إلى انتخابات خامسة وأيضا قول ما يتعلق يعني بحزب يمينة ما زال غير واضح إن كان هذا الحزب سيتجه إلى معسكر نتنياهو أو إلى المعسكر المناوئ لنتنياهو وأيضا كما ذكرنا يعني إن كانت قائمة العربية الموحدة إن كانت ستدخل يعني إلى الكنيسة هذا الأمر من شأن يدور بالأحزاب الكبيرة وهنا يدور الحديث عن حزب الليكود فيعني سننتظر لنرى النتائج القريبة نعم زميلة جمانة خديشي شكرا على هذه المعطيات حتى هذه اللحظة أستاذ يوآفش سريد أن نعود إلى قضية محاكمة نتنياهو وبغض النظر عن إما كان نتنياهو يريد الحصانة أو لا السلطات القضائية اليوم يعني من الممكن أن تواجه في الأسبوع القريبة على الأقل تغييرات نحن سمعنا تصريحات بينكفير بما يتعلق بجهاز القضاء سمعنا أيضا إلى نوايا أيالة شكيد بإحداث التغيير أيضا في هذه المنظومة ماذا من المتوقع أن يحصل في حال يعني استطاع اليمين أن يعني يبسط سيطرته على كل هذه القرارات بما يتعلق بالقضاء نعم عكس ما يعتقد شلومو أنا أعتقد أنه الهدف السامي لنيتنياهو هو تغيير القانون وسيطرة على النظام القضائي هذا هو أهم هدف بالنسبة له وبسبب هذا الهدف إحنا موجودين وإنما إحنا موجودين لأنه بدون هذا الهدف كان من الإمكان زمان تمرير الميزانية والاستمرار والاستمرار بالوضع الحاضر ما هو نتنياهو يريد التهرب من المحاكمة مش مهم كيف نسميها يعني نتنياهو ما يعني أن يتم تأجيل المحكمة إلراء المحكمة مش مهم التفاصيل مش مهم هو دائما ينور هذا هو الهدف الذي موجود قدام عيونه لأنه بدون هذا الهدف كان بالإمكان الاستمرار בחكومة الوحدة الوطنية مع بني גאנס التي شكلها نتنياهو ولكنه رفض التمرير الميزاني لكي نصل إلى هذه الحالة هو يعرف تماما أنه بينكفير وسموتريتش وبنت كله معنيين بتغيير التوازن الحساس والهش في البلاد ما بين قوة التي هو موجود أصلا في كل ديمقراطية ما بين النظام القضائي وبين المنتخبين هم معنيين بتغيير هذا التوازن الهش لأنهم يعتقدون أنه هذا يخدمهم سياسيا نتنياهو لا يهمه الأهدف السياسية يعني مثلا استمرار الاستطاع واستيطر على الفلسطينيين والمعاني القضائية لكل هذا الموضوع ما يهم نتنياهو فقط المحكمة المحاكمة الشخصية له فهو يقول من جاء أنا لا أهتم بالحصانة ولا أهتم وأستمر في المحاكمة ولكن بالفعل ما يقوم به هو عكس ذلك وأنا أتوقع أنه ما يهم نتنياهو في تشكيل أي تلاف مستقبلي هو السن القانون الفرنسي هذا هو الهدف الوحيد الذي نتنياهو مركز في حاليا في هذه الأثناء أستاذ شلومو يعني نتنياهو في السابق قال أيضا في العديد من المقابلات أنا لا أعمل ولا أتعامل مع أي موضوع الذي من ممكن أن يؤجل محاكمتي أو يلغي محاكمتي وكل هذه الأمور وفي نهاية الأمر طلب من الكنيسة الحصانة لو لا بيني جانس وحزب كحولفان في الدورة السابقة أو قبلها عفواً كان قد يعني حصل على حصانتي البرلمانية ولبما لم نكن الآن في أزمة سياسية ألا تعتقد أن الموضوع الرئيسي هو قضية تعامل الحكومة أو الفرق بين عفواً كل مسألة التفرقة بين السلطات في إسرائيل هي الموجودة على المحاكمة الآن يجب أن نصحح بعض المعلومات نتنياهو سحب الطلب بمنحه الحصانة أو التمتع بالحصانة البرلمانية ولذلك لم تستمر الإجراءات بهذا الموضوع ولكن إذا عود إلى الموضوع الطموحات الآن وهي طموحات قائمة منذ القدم وهي صراعات قائمة بين السلطات الثلاث بين السلطة التشرائية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية هذه الصراعات قائمة في كل نظام كما قال الزميل يوهف وهي ربما اشتدت حدتها هنا في إسرائيل خاصة على خلفية تقديم نتنياهو وشخصيات أخرى إلى المحاكمة ولكن هذا الموضوع ربما ولكن السؤال أستاذ شلومو يعني لماذا يعني تنياهو متواجد في الحكم منذ 12 سنة هو متواجد في السياسة منذ 25 عاما يعني لم يحدث أو لم يتحدث أبدا عن هذه التغييرات وهذا عدم التوازن كما تقال قضية جهاز القضاء والحكومة لماذا الآن؟ لماذا فقط بعد تقديم نواحي اتهام وبدء التحقيقات؟ أعتقد هذا التزامن بالصدفة لأنه الاتجاه العام في الأنظمة اليمنية في العالم هو إلى تقليص نفوذ السلطات التي لا تساهم أو لا تتعامل مع السلطة التنفيذية شاهدنا ذلك بواخرا في الولايات المتحدة بالرغم من اختلاف النظام والتوازن القائم ولكن إذا عدنا إلى محاكمة نيتانيو فأذكر بأن ساركوزي المثل والرئيس الفرنسي الذي أرجع محاكمته إلى حيم انتهى من الخدمة وقبل شهر صدر الحكم بحقه لذلك التمرص من المحاكمة لا معناه إلغاء المحكمة وإلغاء التهم مواجهة التهم هي في قوعة المحكمة ليس خارج قوعة المحكمة نعم أستاذ يوعف أنا أعلم أنك تريد أن تجاوب وأريد أن أعطيك هذا ولكن أريد أن أتوجه قبل ذلك إلى زميلة أنسان في مدينة القدس إذن أنسان من أمام بالفور هل هناك من جديد يخرج من مقر رئيس الحكومة؟ نعم بليغ لعل الجديد الذي يخرج من مقر الحكومة هو الخيرات الضائلة التي بقيت لنتنياهو إما الفوز في هذه الانتخابات أو مواجهة محاكمته وربما الحكم بالسجن عليه لذا هو أمام خيار واحد هو الفوز في الانتخابات والفوز بتشكيل حكومة تنضوي على أحزاب يفعلون ما يشاء وذلك بهدف الإطاحة بمستشار الحكومة القضائية في خايم مند البلد والذي بحسب مراقبين يمكن الإطاحة به ليس فقط عن طريق سن القانون الشخصي أو القانون الفرنسي ولكن يمكن الإطاحة به بالاستناد إلى تقرير لربما لرجنة شامغر برئاسة رئيس المحكمة العليا السابقة وهذا التقرير إذ ما أثبت أن هناك اختلاف وجهات النظر ما بين رئيس الحكومة ومستشارها القضائي في قضايا جوهرية وبالتالي عدم الوصول إلى حلول ناجعة تفيد الدولة يمكن الإطاحة بمستشار القضائي ويمكن بحسب المراقبين لنتنياهو الهروب من تهمة تبادل المصالح عبر عدم حضور جلسة الإطاحة والاكتفاء بإعطاء الأوامر لأعضاء الكنيسة والأحزاب التي ستنضوي تحت حكومته وبالتالي ممكن الخروج من هذه التهم ويشار إلا أن نتنياهو استحقاق المحكمة بقي عليه أقل من 12 يوما وهذا الاستحقاق هو الأكثر حساسية في محاكمة نتنياهو إذ أنه سيذهب إلى مرحلة الإثباتات وهي مرحلة مكثفة يتطلب من نتنياهو حضور ثلاث جلسات إسبوعية والمدافعة عن نفسه وبعض المقاربون يقولون أن نتنياهو ليس بحوزته أي إثباتات مضادة ضد الإثباتات التي ستقدم بحقه في تهم الفساد وتهم الثلاث المواجهة إليه إليه